بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيّرنا محمد نبي العربي الهاشمي الأمين أخي جلالة الملك محمد بن عيسى الخليفة أصحاب الفخامة والسمو معالي الألمين العام لجامعة الدول العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني أن أعرب لأخي جلالة الملك محمد بن عيسى الخليفة ولمملكة البحرين الشقيقة عن بالغ شكر والتقدير على حسن الاستقبال والتنظيم وأنا تقدم بشكر إلى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والمملكة العربية السعودية الشقيقة على جهودهم في تنظيم الدورة السابقة الأخوة القادة واقعٌ أليمٌ وغير مسبوك تشهده منطقتنا العربية في ظل المأساة التي يعيشها الأهل في غزة إثرى الحرب البشعة التي وضعت جميع المواثيق والعهود الدولية على المحكم إنما يشهده غزة اليوم من تدمير سيترك نتائج كبرى في الأجال التي عاصرت الموت والظلم وستحتاج غزة لسنواتٍ لتستعيد عفيتها وما تعرضت له لن يمنح المنطقة والعالم الاستقرار بل سليجرب المزيد من العنف والصراع فعلى الحرب أن تتوقف وعلى العالم أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية لينهي صراعاً ممتداً منذ أكثر من سبعة عقود ونمهد الطريق أمام أبنائنا وبناتنا في أمتنا العربية الواحدة لمستقلٍ يخلو من الحرب والموت والضمار الإخوة القادة يحقاق الأمن والسلام في المنطقة يتطلب منا تكثيف الجهود لمساندة الحكومة الفلسطينية للقيام بمهامها والدعم الأشقاء الفلسطينيين في الحصول على كامل حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعسفتها القدس الشرقية الأخوة القادة وفي الوقت الذي نؤكد استمرارنا وبالتعاون مع الأشقاء والشركاء الدوليين في إصال المساعدات إلى الأهل في غزة فإننا نشدد على ضرورة الاستمرار في دعم وكالة الأنروة للقيام بدورها الإنساني وزيادة المخصصات لهذه المنظمة الأساسية والمهمة ولابد من حشد الجهود الدولية لضمان عدم الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة أو تهجير الأشقاء الفلسطينيين فضلاً عن وقف التصعيد في الضفة بسبب الإجراءات الإسرائيلية أوحادية الجانب أما القدس فنحن ملتزمون بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها ويواسل الأردن حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة من منطلق الوصاية الهاشمية عليها الإخوة القادة لا بد من تعزيز تنسيقنا العربي للتصدي لجملة التحديات أمام بلداننا وضمان احترام سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون العربية وفي الوقت ذاته علينا مواجهة الفئات والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون وسيادة الدولة وأعمال هذه العصابات الإجرامية وخصوصاً تهريب المخدرات والأسلحة الذي يتصدَّى له الأردن بحزم منذ سنوات لحماية شبابنا من هذا الخطر الخارجي الإخوة القادة آملوا أن يكون اجتماعنا القادم بذل ظروف أفضل على شعوبنا فمن حقهم علينا أن نعمل لتوفير مستقبل يسوده السلام والأمل ويتعزز فيه التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته